قال الرئيس الفرنسي أمانوين ماكرو أن محاربة مأسماء بالإرهاب لا تعني هدم كل شيء في غزة مجددا دعوة إلى هدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وأكد الرئيس الفرنسي أنه لا يمكن السماح بترسيخ فكرة أن محاربة مأسماء إرهابا بشكل فعال يعني تدمير كل شيء ومهاجمة السكان المدنيين في غزة بشكل عشوائي وكذا التسبب في سقوط ضحايا مدنيين كما طلب الرئيس الفرنسي الإسرائيليين بوقف الرد العسكري لأنه غير مناسب ولأن كل الأرواح البشرية متساوية ويجب الدفاع عنها